جو تيتشر تعليم بلا قيود بسم الله الرحمن الرحيم يعطيكم العافية جميعا طلابنا وطالباتنا جيل 2007 اليوم رح يكون يوم غير عادي ليش؟ اليوم ان شاء الله تعالى أول حصة انطلاقا مع طلاب الأول ثنوي في شرح مادة اللغة الإنجليزية معي أنا الأستاذ أنا سعليان لجميع الفروع اليوم ان شاء الله تعالى رح ينبلش بشرح مادة اللغة الإنجليزية لماد طلاب الأول ثنوي اللي هم توجيهها 2007 علشان تقدر تتخطى هاي المرحلة المطلوب منك أستاذ اتتابع معي أول بأول لجميع طلاب في أنحاء المملكة هذا الفيديو ده وصلك فيد في غيرك وانشر الفيديو للجميع مادة الأول الثنوي أصبحت متاحة مجانا لجميع الطلاب عبر صفحتنا على اليوتيوب جو تيتشر الدوسية اللي أمامكم رح تكون موجودة في البيون في الوصف اللي تحت تقدر تحمل الدوسية من الوصف زي ما أنت شايف الدوسية فرست سيمستر اللي هي الفصل الأول معمولة خصيصا لطلاب الأول ثنوي جيل 2007 طيب هون بدايةً نبلش لك بإشي اسمه ريفيجين هادا ريفيجين مراجعة سريعة من باب التأسيس هلأ التأسيس أنا عامل ست حصص تأسيس للطلاب بإمكانك برضو تفتح على الحصص التأسيس الخمس حصص الموجودات عندك وكتب فوق جو تيتشر الأستاذ أنا سعلياً بطلع لك خمس حصص تأسيس بتراجع فيهم الشغلات الموجودة قدامك هون أشرح لك الـ subject pronouns والـ objective pronouns والـ positive pronouns تمام؟ وشرح لك إيهم شرح تفصيلي في الفيديوهات التأسيس وهون كمان في عندي الـ helping verb طيب أنا الآن وهون الـ verb to have والـ verb to do والـ modal verbs اللي هم الأفعال المساعدة كاملة وهون أعمل لك كمان ليستة بالأفعال اللي هم irregular verbs اللي هم الأفعال اللي تقبل إيديا عمل لك إيها بطريقة حلوة كثير كثير وملونة وبجن الـ verb 1 والـ verb 2 والـ verb 3 هاي ها إجزاء سريعاً بس خلنا أفرجيك شو فيه بدوسية هون المين verb الأفعال بتغير فيها الـ a والـ o هاي كاملة تقدر تحفظهم على شكل مجموعات تمام؟ وصفحة مرقمة أمور الصفحة والدوسية ملونة ومية في المية الآن راح نبلش في موضوع الوحدة الأولى اللي هي موديل 1 الـ starting out هلأ بداية أنا بدي أحاول أكبر قد ما أقدر هون خلينا أشطح لك شو فيه عندي بالـ outcomes يعني الفيدباك اللي انت راح تاخده من الدوسية أول راح تاخده من الـ الـ 1 اللي هو الوحدة الأولى هلأ it is expected that students will الطالب راح يأخد معي إن شاء الله في الوحدة الأولى ما يلي أول إشي read about the importance of sleep راح نمر على فقرة يسمها importance of sleep أهمية النوم ورح نشرح كمان how people deal with stress هاي فقرة تانية راح تكون معنا برضو في الوحدة الأولى أهمية النوم وكيفية التعامل مع التوتر راح نستخدم كمان vocabulary معاني لأهم related to sleep كل المعاني اللي راح تكون في الوحدة الأولى هاي كلها متعلقة في sleep شو يعني sleep لهو النوم تمام Talk about sleeping hours and ways to relax كمان راح نحكي عن ساعات النوم ورح نحكي عن طرق relax طرق الاسترخاء ورح نأخذ موضوع تعبير write description وصف لدريم لحلم معين about what you and your family to together to relax and a diary entry راح نأخذ كمان موضوع تعبير موضوع تعبير راح يشرح انه تكتب انت عن حلم انت حلمته وتوصف فيه او كيف انت كيف ممكن تتخلص من السرس من التوتر anyway الان راح نبلش ان شاء الله مع بعض بالفقرة الأولى اللي هي اسمها او عنوان الوحدة الأولى اسمها healthy and active brain هاي العنوان راح يكون ان شاء الله تعالى الوحدة الأولى المعاني اللي قدامك الآن هم معاني المطالبين معك انجليز انجليزي بالفقرة الأولى اول كلمة اللي هي opinion هاي طبعا noun معناها بالانجليزي هيك بلش a medical term for when you cannot breathe انت اربط كلمة ابينيا باشي اسمه كانت تبريث اللي هو انقطاع النفس ويس الكلمة الثانية brain wave an electrical force that is produced by the brain and can be measured اللي هي الموجة الدماغية هاي بعطيك أنا المعنى بالانجليزة الانجليزي المعنى الثالث concentrate اللي هي بمعنى تركيز to think very carefully بشو بالظبط about something you or you are doing طبعا هاي الكلمة concentrate تعتبر شو verb معناها يركز confident ثقة اللي هي طبعا adjective هي يشور that something will happen in the way that you want to to want or expect البني آدم الواثق essential اللي هي adjective هي extremely important هادول اللي بخطط لك تحتهم بكون دلائل على اساس تعرف انت الانجليزي انجليزي ايش المعنى تاعه exhausting اللي هي بمعنى متعب اللي هي making you feel extremely tired يعني عندك essential extremely important و existing اللي هي extremely tired مرهق eye light اللي هو الجفن تعريفه the two pieces of skin that cover your eyes when you close them هاي الجفن اللي بسكر العيون grateful طبعا adjective اللي هو ممتن هي feeling that you want to thank someone انك انت شعور لما بكتشكر شخص معين فبتقوله انت thank you heart beat نبضات القلب هي the action of your heart as it pumps blood نبض immune system جهاز المناعة هو عبارة عن system نظام شو بعمل بعمل body protects بحمي الجسم من ايش من ال disease الامراض او العلال insomnia اللي هو الارق او التعب هو عبارة عن مرض اسمه not being able to sleep مرض ما بيخليك تقدر تناب تعب او ارهاق involuntarily هيضن without conciitus control اشي لا اراد لك there is no or not enough يعني نقص monitor to carefully watch and check situation to see how it changes over period of time اللي هو يراقب reduce to make something smaller in size or amount بيكون قليل يعني نقص او يقلل نسميها اه اوكي هاي هي المعاني الانجليش انجليش بالصفحة التانية بتدوسية راح تلاقي كمان هذول المعاني REM هاي راح نلاقيها بالفقرة الاولى ال REM اختصار لقيشي اسمه rapid eye movement حركة العين السريعة شو معناها هي a period during هي فترة خلال النوم بتصير معك هاي when you eyes لما عيونك move quickly تتحرك when you are dreaming وانت بتحلم soundly of sleeping طبعا هاي ادفرب هي deeply النوم بشكل عميق snore هي معناها to breathe noisily انك انت تتنفس بشكل مزعج من الماث او من النوز stuff هي عبارة عن people who work for an organization بشتغلوا في منظمة stressed اخر كلمة اللي هي soured بمعنى قلق الان راح نبلش بالفقرة الاولى الكل دوسيته معه حملها استاذي من البايو من عندك علشان تفهم علي شو راح اشرح بسم الله وعلى بركة الله شرح الفقرة الاولى لطلابنا the importance of sleep اهمية النوم بداية بيحكي لي هون sleep ايش يعني sleep اللي هي النوم is an essential النوم مهم part جزء of life النوم جزء مهم في الحياة although على الرغم او بالرغم we think نحن نعتقد بانا السليب عبارة عن time وقت when we rest completely احنا منفكر يا شباب ويا الصبايا انه النوم عبارة عن وقت للراحة يعني انا راح انام اللي تعبان ولكن it's هي يا شباب ويا صبايا عايدة على كلمة sleep ولكن النوم طلع is it's actually a very busy هو عبارة عن فترة انشغال لمين للبرين اذا النوم مش وقت للرست هو وقت بزي لمين للبرين بلشوا هون السيانتست مين هم علماء اكليم يدعي العلماء that sleep is the time وين بيحكوا العلماء انه النوم عبارة عن وقت الوين عايدة على التايم بيحكوا العلماء انه النوم عبارة عن وقت information للمعلومات اللي بتعمل فيه sorted وبتعمل فيه stored by the brain هلأ sorted بمعنى تصنيف او تنييز او توزيع وstored مع التخزين من كلمة store مخزن او متجر فالعلماء بيحكوا يخوان النوم عبارة عن فترة الدماغ بيسوه في المعلومات sorted وstored sleep is important النوم يا اخوان مهم جدا لشو اسمع حطيلي خط هاي reducing stress وkeeping heart وimmune system وmemory healthy هدول اربعة شو ما لهم اهمية النوم ايش الbenefits للنوم اهمية النوم او الbenefits فوائد النوم reducing stress بيقل التوتر keeping heart بيحافظ على القلب immune system بيحافظ على جهاز المناعة وضع طين الممory healthy وذاكرة جيدة او بيحافظ على صحة الذاكرة رجعوا السيانتس مين هم العلماء العلماء وجدوا خمس مراحل للنوم كيف كيف العلماء وجدوا انه في خمس مراحل للنوم قال لك العلماء قدروا يوجدوا خمس مراحل للنوم عن طريق اشي اسمه studying brain waves دراسة الامواج الدماغية حلو stage one اول مرحلة is when we begin to fall asleep اسم المرحلة الاولى fall asleep شو بيصير فيها هاي البرين الدماغ tells بيخبر المسلز اللي هم العضلات to relax and heart to the beat slowly في المرحلة الاولى الاسم تاحها fall asleep شو بيصير فيها هاي حكالك البرين بيخبر العضلات انهم relax يسترخوا وبيخبر الهارت انه شو beat slowly ينبض ببطء بهاي المرحلة mix up تغطي تقريبا 5% من مين من ال young adults من البالغين sleeping time في وقت النوم يعني المرحلة اللي قاب بشرح فيها المرحلة الاولى اسمها fall asleep شو بيصير في المرحلة هاي البرين بيخبر المسلز انه relax وبيخبر الهارت انه beat slowly قديش بسكر عندي 5% من ال adults stage 2 مرحلة التانية is a period هي عبارة عن فترة اسمها deeper sleep النوم الاعمق شو بيصير فيها الهارت بيت نبضات القلب والبريثينج والتنفس become slower يصبح أبطأ this stage هاي المرحلة mix up بتغطي عندك من 44 او 45% ل 55% of young adult sleeping time ايش المرحلة التانية اسمها اسمها deeper sleep شو بيصير فيها الهارت بيت نبضات القلب بيصيره بيصيره slower أبطأ قديش النسبة من 44% ل 55% بيت stage 3 and 4 مع بعض شو ما لهم are when we sleep most soundly اسمها النوم العميق شو بيصير البرين ويفز المودات الدماغية والهارت بيت ونبضات القلب are at there if there عايدة على مين على هدول اتنين البرين ويفز والهارت بيت نبضات القلب والأمو جول ومودات الدماغية بيصيره slowest أبطأ and our muscles والعضلات become very relaxed بيكونوا في قمة الاسترخاء بهاي المرحلة بيحكي لي we might have some dreams هون بيصير في عندي إيشي اسمه إيشي اسمه إيشي اسمه إيشي اسمه طيب يلا يا عالم يا ناس حد يرجعنا إياها عادي حيل والله نمعلم أوكي خرب الدنيا تماما نعمل هذا والله نشيخ أوكي نرجع خلينا سأروع الأحمر نختار الأحمر طيب هلأ في المرحلة الخامسة هاي بيحكي لي يطلق عليها rem الاختصال لكلمة إيش rabbit eye movement حركة العين السريعة هاي المرحلة although على الرغم إنه الأول بدي تاعنا بيكون resting مرتاح كتير بس الأول عيوننا are moving بتحركوا very quickly وين بينيث يعني تحت our eyelids about بتسكر عن تقريبا 20% إلى 25% من young adult sleeping time طبعا هون this عادي على شو على stage stage 5 أوكي هاي الفقرة الأولى خلصناها حلو كتير حلو كتير لا مش حلو كتير cancel بسرعة أوكي هلأ فيه إيش رح يصير عندك إنه بدنا نحل مع بعض الأسئلة تعاون الفقرة بس قلنا نحل أسئلة الفقرة خلينا بس أعمل لك الشغلة طبعا خلص سيب مش توادي اطلع ضح هيكا برضو على الفاضي طبعا بعدين نعمل اكزيت هيكا تحملون يا عادي اي اكزيت والله نشيح أوكي يلا بس الخب نكبر خط شوي ونحل أسئلة الفقرة لا هيكا الخط كبير إيش كثير تعال علي جاي أيوة يعين عليك هيكا الخط أتوقع 100% choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة هسا بتعطيك أسئلة عشو على الفقرة the things that are kept healthy by sleep الأشياء that اللي kept healthy by sleep اللي النوم بحافظ عليها إيش هي الهارت القلب والمسلز والعضلات ولا جهاز المناعة والسكن والجلد ولا القلب والجهاز المناعة والباكرة ولا العضلات والبراين أكيد C فالأولى جوابها C يلا الثاني how many sleep stages كم عدد المراحل اللي العلماء وجدوها طبعا five stages الثاني B على أساس بتجاوب طبعا أساس أني فهم الفقرة ثلاث the heartbeats and brainwaves نبضات القلب ومجد دماغية are lowest يكونوا أبطأ إشي في أي مرحلة لthree and four صحيح the percentage نسبة الفث المرحلة الخامسة قديش من 20 ل 25 بالمية مزبوط والله the condition لا هاي what does R-E-M ال-R-E-M اختصاله شو لرابد eye movement صح لحركة العين السريعة the condition of not being able to sleep is cold الإشي الما بيخليك تنام شو منسميه insomnia لهو الأرق صح كما قال الشاعر أرق على أرق ومثلي يأرق وجو يزيد وعبرة تترقرق جهد الصبابة أن أكون كما أرى عين مساهدة والقلب يخفق ملح برق أو ترن مطائر إلا انتنيت ولي الفؤاد شيق وعدلت أهل العشق حتى بقته فعجبت كيف يموت من لا يعشق تمام الآن أسئلة بدنا نجاوب عليها إحنا كتاب هو كان ضع دائرة وهس ما قالي في عندي مصطلح أنت يا طالب الأول الثانوازين تفهمه اسمه according to the first paragraph يعني بناء على الفقرة الأولى أو بناء على النص كيف السليب بيكون بيزي في وقت يعني السليب بيزي بيزي فترة انشغال الدماغ شو بيعمل في الماغون تنايم حكينا بيعمل sorted and stored لمين للإنفورميشن صح تخزين وتمييز write down the importance of sleep اكتب أهمية النوم هنا أهمية النوم حكينا reducing stress تقلل توتر keeping immune system وبرضو عندي بيعمل keeping لل memory health صح بحافظ على صحة الذاكرة هذا السؤال كثير كثير مهم برجو من الجميع يركز معي اسمها كوت أي سؤال بيجيك في العلفقرة اسمه كوت code the sentence which indicate that اكتبس الجملة تشيري لأن لازم جوابك كون من نقطة للنقطة من النقطة للنقطة ويقول فيه فكرة هلا هون بيحكي لي code the sentence which indicate that the first sleep بدون مرحلة الأولى اذكر لي أن مرحلة الأولى كانت shortest one أقل مرحلة لو رجعت على الفقرة بتلاقي من المرحلة الأولى كان كاتب فيها أنه this stage تخذها من الفقرة ما هو معند this stage لعند نقطة ليش لأنه فيها 5% المرحلة الأولى كانت أقل مرحلة بتعمل mix up لل young adults of sleeping time سؤال رقم أربعة فيه كلمة think أي سؤال فيه كلمة think اعرف أنه لازم من عندك طلاب كثير يتواصلوا معي مش عارفين حلوا أسرد لcritical thinking هل هون بيحكي لك do you think هل تعتقد that you may lose that information أو the information تعتقد أنه ممكن أنك تضيع معلومات you acquire اللي أنت اكتسبتها during the day خلال اليوم if you don't sleep إذا أنت مانمت أكيد yes خلينا أجاوب yes because what because because the sleep لأن النوم أصلا عبارة عن شو is a period حكينا صح عبارة عن فترة that very busy or fifth sleep stage they will be very tired think of this statement and write down to sentence point of view بقول لك إذا الشخص استيقظ خلال فترة من مرحلة الثالثة ومرحلة الرابعة بينهم بيكون متعب هاي طبعا إجابة رح أسمي لك إياها open answer إجابة مفتوحة شو ما كتبت صح هلأ الضمائر طبعا أنا بشرح بالفقرة كل ضمير بالفقرة عودتوا عليه اللي هو الوي والوين والويتش والإت والدير والدس خلنا أعيد لك إياهم الوي دائما يا شباب عايدة عا كلمة readers لأنها ضمير متكلم دائما على القراءة الوين عايدة عا كلمة the time رح تلاقيها بالفقرة تحت خطه بالأحمر الويتش هايخوان عايدة على sleep أتوقع أو لا عايدة على كلمة stage آه بالضبط الاتهاي عايدة على sleep والذير عايدة على brain waves and heart speed the last one this عايدة على stage 5 هون نجيب لك كمان find out relative pronoun يخوان في عندك when انذكرت معنى وانذكرت which هدول اسم relative pronouns comparative adjective انذكرت معنى كلمة اسمها smaller هاي طبعا يخوان بدو مقارنة كيبارة في المقارنة المقارنة عبارة عن صفة قصيرة تنتهي بer أو صفة طويلة قبلها more than more or less present symbol انذكرت كلمة think وانذكرت كلمة claim بتاعت العلماء هاي present symbol compound noun اللي هي لbrain waves اسم مركب يعني brain waves waves والر اي ام هاي برضو اللي هي rapid eye movement هاي برضو تعتبر شو اسم مركب هيك احنا خلصنا الفقرة الاولى معنا لليوم هذول راح نحكي عنهم ان شاء الله تعالى في الحصة القادمة هيك يا شبابي يا صبايا خلصنا حصتنا اليوم بتاعت الاول ثانوي يعطيك الف عافية وبتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا اه واذا استفدت فيد غيرك وانا متأكد ان شاء الله كلكم استفدتوا ويعطيكم الف عافية وكان معكم بساد انا السعليان وحبكم بالله العبد الفقير الى الله نسأل الله تعالى ان يكون هذا في ميزان حسنات يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من انطلها بقلب سبيل يعطيكم العافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة